هذا هو ما يجب أن نقوم بشكل مجموعة يمكن أن نقوم بشكل مجموعة سنقوم بشكل مجموعة وكما يجب أن نقوم بشكل مجموعة يمتلك 28% من طلاب جهاز نقام جوار هذا هذا هو جهاز نقام يجب أن نقام معه جوار وهو جهاز نقام وفي نصح المجموعة سيكون جوار ونقام معه جوار هناك معه جوار مجموعة وقام بشكل مجموعة منهم 28% يمكن أن يكون جوار ونقام بشكل مجموعة ويحتوي جوار وحسب مع بعض مجموعة ما هو السؤال؟ أم لا احتمال؟ اختيار طالب اختيار طالب بحيث يكون عنده كمان A حاسب سوف نفعل A هذا ما يعطينا الحادثة A وهو الشرط المحق الذي لديه بالفعل شرط المحق الذي لديه بالفعل عن B اختيار B B بعد A سوف نفعل A تقطع B على مين؟ على B بس سوف نفعل ما هي كم؟ احتمال ايه الوقت؟ ايه الوقت؟ 40% او على 100 سوف نفعل B تقطعه 28% مين؟ تقام كده؟ الحقق كده يبقى الاختمال B بعد A يساوي 43% مقسومة على انا عملت بالعكس بالعكس ايه الوقت؟ التقطع هو الوقت 28% 28% على 100 مقسومة على مين؟ على مين؟ 33% مقسومة على مين؟ اما اسمك معي 100% مع مين؟ 28% كمي 43% حسبة 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 تقريبا 65% من 100 او 0% كمي ماشي يا شمار دي بس مراجعة سريعة من درس اللفات قبل كده فيه حد عنده فيه سؤال اجابة من درس اللفات احد عنده اي سؤال نراجع مع بعض هل يمكن ان يلعب بلال عشوائيا في واحدة من 6 رياضات لا يوجد نادي وتناول تعامف قطرة من ثلاثة لا يوجد نادي لا يجب ان يلعب الرياضة الثانية وتناول آية فترى تحتيبا فأنتج أن كل واحدة من دول كانت حدثة مستقلة عن الثاني كل واحدة مستقلة على الثاني فأنتج بأي احتمال انه يلعب الرياضة الثانية فهي عندي كم رياضة؟ انا عندي هنا 6 رياضات صح؟ و البقى كم واحدة من 6 واحدة على 6 اقوم بتنك احتمال يا جماعة الرياضة التانية واحد من ست احتمال ان هو ايه شباب اتناول طعامه مثلا فترة اولى او التانية كم مرة عندي كم فترة اللي من اخدرت بداها انا يوجد ثلث واحدة يحتمل بداها تقافع يلزم من مستقبل بدا مضرو popular الوح اسمyan و wack sera 1 الى 6 and sera 1 و�فAnn 1 اور 18 ليسيليydi يا شباب. طيب نجي بقى الدرس النهاردة. درس اليوم يا شباب. اسمه الحوادث المتنافية. حوادث يا جماعة المتنافية. أخذنا قبل كده حاجة اسمها الحوادث المستقلة ودر المتنافية. حيث الحوادث رجعت مع بعضه. أول شيء قلنا يا شباب. المستقلة. ماذا؟ المستقلة. طيب. زي اي اي. كده. البي. اي. تقاطع بي. قلت وا. ده هي وا شباب. وا. تقاطع ده ما سميه. وا. يساوي تقاطع الاي. مضروبا تقاطع بي. نركز انا في الكلام. نركز. خلاص. دي اللي هي شباب المستقلة. طيب في عندي حوادث ثانية ممكن يكون في منهم علاقات ببعض. علاقة. اللي هي مثلا قلنا ذي ايه. دي الحوادث الغير مستقلة. ماشي. حوادث غير مستقلة. مستقلة. ما سيعتك انا اقول لك ايه. البي ايه. تقاطع بي. يساوي. احتمال ايه. ضرب. احتمال بي. بعد وقوع ايه. زي مثلا اختيار طالب من الفصل. او طالبين من الفصل. احتيار ما هو احتيار مهند. سمه مهند. انا عندي اثنان مهند في الفصل. مثلا. مهند الاول خدنا خلاص. والفصل واحد وعشرين. امام يا امام. مهند الثاني الفصل نقص او باع عشرين. مهند كده مثلا اختيار مساق مهند. مهند. ومهند. عندي مهند على احمر ومهند الحريري. الاول مصد اخذناه عبر عن واحد. من واحد وعشرين. ضرب الثاني. واحد باردو. من كام. الفصل نقص عندك واحد باع عشرين اخمان. واحد باع عشرين. وضرب ده ثلاثة. اثنين في واحد وعشرين. اثنين واربعين. واحد على ربعمية وعشرين. واضح يا جماعة. خيب. هذه حوالي سيارة مستقلة وغير مستقلة. وانا عندما واحد فيهم يمكنك اصر على الثانية. سأسميها غير مستقلة. لا تؤثر مستقلة. تمام. لو تلك مثلا اختيار مهند ورجعته تاني. ما هو اختيار مثلا رنتكن عبدالعزيز. مثلا. يبقى واحدة وعشرين. وضرب واحدة بابضلو على واحد وعشرين. ما يتقصر. خيب. بالنسبة للمتنقية يا جماعة. حكتين من فش يحصل ماضح. حوادث من فش يحصل مع بعضها. كما يقول لهم مثلا. احتمال سكولة الأمطار. واحتمال عظم سكولة الأمطار. في المتنقية. من فش يحصل مع بعضها أبدا. لا تقصر يا جماعة. نرى كل أمثلا من الكتاب. على الحوادث المتنافية والغير المتنافية يا جماعة. كما يقول لك هناك الكتاب. لو أحد يقرأ معنا. من يكره يا شباب. هذه الجملة. مهندد أحمد. يا مهندد معي. مهندد. 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 فاكره كده يا بطل الجزي ده بس. جزي ده. مع كتابك؟ أيوا أستاذ أكره. مهندد. مهندد. يمكن لأي يطالب في الصفوف الأول والثاني والثالي الثانوي. الترشح لا يكون مسؤول يا عمشتة ويرغب لصالح في أن يكون المسؤول في الصف الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي يعني عايزين يا جماعة من كل صف واحد نرشحه في الايه؟ واحد يكون مسؤول عن الصف مثلا صف الأول وطياني التالب عن هذا ماشي؟ لو اخترت واحد مثلا من الصف الأول الثانوي حسن مثلا هل ينتعي معالب نفس الوقت يخرج لصف الثالث الثانوي؟ مع بعض؟ ماينفعش؟ صح؟ يبقى احتمال يا جماعة لهو من يقول لك ايه؟ احتمال مثلا اختيار مثلا واحد من الصف الأول وطياني يكون الصف الثاني هذا احتمال متنافية لا نتجيش مع بعضها قبل لك شباب طب غير متنافية ازاي؟ يعني ايه مجرم التنافية في السؤال زي ده؟ لم يقول لك مثلا اختيار طالب من الصف الثاني على أن يبدأ اسمه او اختيار طالب يبدأ اسمه في حرف المين او حرف الالف مثلا شباب سهل جدا ايه طالب بالصف الثاني ويبدأ اسمه في حرف المين محمد، محمود، اي حاجة زي ده موجودة صح شباب؟ بحيث تحديد اسمه الحارس يا جماعة غير متنافية تمام؟ فمتنافية من بعد شكل مع بعضها عندما يكون اختيار طالب من الصف الأول او الصف الثاني يمسل الصف الأول او الصف الثاني هذه مستحيلة يمسل الصف الأول لكن اتنين من بعد لا لكن اختيار طالب اختيار طالب من الصف الثاني على أن يبدأ اسمه في حرف العين سهل جماعة طالب من الصف الثاني ويبدأ حرفه في حرف الآش اسمه في حرف الآش عبد الملك، عبد العزيز، عبد الرحمن اي حاجات ذاك حسنا يا شباب؟ حسنا يا شباب؟ حسنا يا شباب؟ حسنا يا شباب هذا يقول جماعة أول مثال وهو ما قلناه ما فيه جديد اختيار حسنا يا شباب اختيار عدد من الأعداد من 1 إلى 100 عشوائيا والحصول على عدد ركوة الكسمة على 5 أو عدد ركوة الكسمة على شباب على 10 هل جيمب التنافية؟ يلا يا عبد العزيز يـjesdi العزيز الغالي تـظر متنافية اختيار عدد empresa نعمل من 1 إلى 100 هاش، نعمل من الأرکام من 1 إلى 100 ا stagedلا إحتمال لا يقوي كسمه على 5 أو كسمه على 10 إذا أرحل كلام من الدخولة فلfriend متنافية، وهما أن винد الوثمين فقط مüberًا غير متنافية ؟ غير متنافية لماذا؟ وغالك من صف الحفظ هذا الم complaining لان العدد الذي يقبل على عشرة عيانيه ايو ! اكيد يقبل اسمه على خمسة و تجدين مثال واحد مثلا ادعي عشرين ثلاثين تقبل على خمسة تقبل على عشرة اذا دي حاولت غير متنافية عبدالعزيز ماشيوا عنه زرس خالد ماشية مهندة مدكولة باول احدة يا جامعة دايه اول احدة دي اسمها ايه احتمالات متنافية غير متنافية غير متنافية قبل اللي بعدها أقول لك إيه؟ الحصول على المجموع 6 والمجموع 7 عند رمي مكعب ومكعب الأرقام يعني أجمل رمي مكعبات أرقام رمي مكعب أرقام شباب الحصول على علت 6 الحصول على 6 كيف يا شباب؟ مكعب الأرقام إذا مثلا كانت ظهر لك 1 و 5 أو 5 و 1 الحصول على علت 6 أو 2 و 4 أو 4 و 2 أو 3 و كمان يا شباب ثلاثة فقط أضرح لكم مجموعهم من عدد 6 كم من عدد 7 كم زئة كم لدينا 7 شباب؟ أقول لي 1 و 3 1 و كم؟ 6 و 6 أو 6 و 1 2 و 4 كم؟ 2 و 5 أو 5 و 2 أو 5 و 2 3 و 4 أو 4 و 10 كم من عدد 3 كم؟ هل هناك حاجة مشتركة هنا أو هنا؟ هل هناك حاجة مشتركة في الاتنين؟ في الأول أو في الثانية؟ و 1 لا يوجد حاجة مشتركة في الاتنين؟ لا توجد حاجة مشتركة في الاتنين، لدينا حاجة مشتركة في الاتنين كده يا جماعة احتمال ايه تقاطع بيه? اللي كانت في الحدس ايه? المستقلة متنقلش بينهم. تابوا المتنافية يا شباب. المتنافية اسمها او. اللي نعم اتحاد. لنقول لك كده ايه? احتمال مسلا احمد او سعد. او. او يا جماعة ده ايه? علامة الاتحاد احتمال ايه او بي? ماشي يا شباب. كنت في علامة الضرب يا جماعة ده ايه? علامة كده اقاطع. وانك بتساوي احتمال ايه? ضرب احتمال مين يا جماعة? البي. ضرب ايه. خلي بالك اركز. طيب بالنسبة ليه? طبعا لما كنت ايه يا جماعة. لما كنت ايه? مستقلة بس. غير مستقلة بقول لك احتمال ب بعد ايه? عادي نفس الفكرة يعني خلاص. انت بكين الفكرة ده. لكن هنا يا شباب. الاتحاد. يقول لك بتساوي احتمال الاولى زائد احتمال الثانية. ها? زائد كبيرة يا جماعة شو ما ينسهاش. زائد. لما اقول لك المسألة او. يعني احتحاد. يعني حوادث متنافية او غير متنافية. هتبقى زائد. لو متنافية زائد يا جماعة بس كده. اس اس بي. لو غير متنافية نفس الكلام بس زيادة شوئي حاجة مصبتنا كمان. ها سأقول لك هذا الوقت. كمان؟ بس عرفت الوقت. المتنافية تبقى احتمال الاولى زائد احتمال من الثانية. ماشي يا شباب. نشوف كده عليها. مثال. وانتقون مثلا المسألة يا شباب. نسألة يا جماعة بكتابي. نقول لك هنا ايه. مثلا لإيجاد احتمال الثهور على الثلاثة او العدل الاربعة شباب. نقول لك هاو. احتمال ايه. على الثلاثة او العدل الاربعة. يا شباب. احتمال مثلا ثلاثة. موجود كم مرة يا جماعة. احتمال ثلاثة. مرة ممكان. مرة من ستة. طيب واحتمال الاربعة. برضو مرة من ستة. ام في الكلام ده. عند القام. مرة واحدة. طيب. نقول لك كده هاو احتمال ثلاثة او اربعة. او يا جماعة ده ايه. ديه مين الى الاتحاد. تعمل فيه ايه. زائد. يعني بتساوي احتمال الثلاثة. زائد احتمال الاربعة. زائد. هتساوي ستس. زائد يا شباب. زائد ستس. يعني ستسين. يعني ثلاثة. لما اسمع على الثلاثة يبقى كم في الاخر. تساوي ها. ثلاثة. هو رقون يا جماعة عندي او. ده القانون عندي اول. حوارث المتنافية. ها. يبحلت ايه بس. في حالة الحوارث المتنافئة فقط. هيا يا شباب. تحفظ القانون ده حفظة يا شباب. امتا كنت عملت جامزة او كنت بتناكزة. البي ايه. او. ايه. معناها او. اه. بي. يساوي احتمال ايه. زائد احتمال البي. شوف كده ان بسهل علاجة عنه. بسهل. يا شباب. يلا يا شباب. ممكن ايه. اخترى موسى كتابة من الخطوط الموجودة في المكتاب. دي مكتابة هي. هنا انواع من الخطوط. تمام. السؤال ايه. ما احتمال ان يكونوا كتاب. دينيا او ركز في كلام. او فيزيائيا. الله ما قال لي او يا شباب. يبقى بينهم وعلمة الزائد. اجب احتمال ديني كام. واحتمال فيزيائي كام. واضمنهم معها. بالجامع. ماشي. في قبل اي شيء اعمل يا جماعة. اجبنا عدد كله. اللي هاسم عليه. هاسم على كام. اجمع كله جدا. يلا يا شباب. نجمع. اثناشر وثرتاشر. هذا خمسة وعشرين. وعشرة يبقى خمسة وكان وثلاثين. تمام كده. اقول له احتمال. كتاب ديني. عندك كم واحد دين يا شباب. هتلاقي عشرة. بقى عشرة على خمسة وثلاثين. طيب احتمال فيزيائي. بساو كام. فيزيائي عندك. هتلاقي هتلاقي عندك الاثناشر على خمسة وثلاثين. واضح؟ طيب يا جماعة. احتمال بعد كده. ايه. ديني. اقول مثلا هو نفس حرف. ايه. او. فيزيائي. وهو حرف البين. مثلا. سيقوم بقى عشرة على خمسة وثلاثين. زائد اثناشر على خمسة وثلاثين. ومتجمع يا جماعة دينا كام. اثناشر وعشرة. اثنين وعشرين على خمسة وثلاثين. وهذه أبسل صورة. واضح يا شباب. درس سهل لحد الآن. اذا سهل فكرة اللي بعدها. ان الموضوع بسيطة ودرس فكرة اللي بعدها شكرا. شكرا المثال عليها بارو تاني. حكم الفيمن. ولكن ايه. اذا ربي مكعب مركب متميز يا جماعة مرة. ما احتمال ان يظهر العدد نفسه على كل من الوجهين المكعبين. او ان يكون مجمون عددين تسعة. عند كده احتمالهم. احتمالهم وبانهم علامة الايه؟ علامة الاو في الاتحاق. اول شيء يا شباب. ان يكون الذين يظهر على الوجهين نفس العدد. مثلا كم؟ واحد وواحد. اثنين واثنين. اثنين واثنين. اثنين واثنين. اثنين واثنين. كم عددهم؟ كم عدد؟ عددهم كم؟ ستة أرقام؟ عددهم بستة. لا احد يجاوض معي يا خباب. انا بكلم نفسه يا شباب. ولا واحد يجاوض معي يا ربهاند. اثنين. اثنين يا شباب. اقول لي انه خلاصة يا ستة. باحتمال يظهر العدد نفسه. تصوي كم؟ ستة. وكله كم؟ كله ستة وثلاثين. احتمال مجموههم يكون تسعة. مجموه الوجهين يسوي تسعة. هذي مثلا مين ومين. ابدأ كامل اول. مجموه تسعة يا جماعهم. يمكن يقولوا اثنين وحاجة من امتاعش. ثلاثة وكام؟ وستة. او ستة وثلاثة. اربعة. وخمسة. او خمسة واربعة. من كام كله يا جماع لها اربعة. يبقى يظهر عن تسعة. هاو يسوي اربعة. وكله كام؟ ستة وثلاثين. تجمع مع بعض. يبقى احتمال يكون مجموههم تسعة. او يظهر نفس العدد على الوجهين. تقولوا ايه. اربعة على تسعة زائد ستة على كام؟ على ستة وثلاثين. وتجمع هذين كام؟ تجمع هذين كام؟ اتذكر بالجاوب معي. تجمع 10. 10 على ستة وثلاثين. 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 معي يعني سمعني وفاهم الدرس. يعني مهمة. صعب. صعب. قل يا مهند. قل الموضوع لو كده عايز حاجة تتكلم. ما حاجة يسكت كده يا شباب. الحاجة فهمتها معلومة قل لي فهمتها وجود معي. ما فهمتها قل لي وقعك يا أستاذ. اشرحها تاني. لكن الناس اللي كنت ده. بيخلينا نفسي مش متشجعة. اشرح على حاجة خلف ولا اتكلم. وبقاش عارف الناس فهم ولا اتكلم. فقالات الناس تتكلم. تتكلم معي سرعة كده أو كده. كلمة متنافية يا قصي. ما ينفعش يحصل مع بعض. عندما ترى مثلا يقول لك إيه. القاء مقعب أركام. او كده احتمال وصل على عدد اثنين. او عدد خمسة. كلمة او دي او. ينسع عمر مقعب أركام. ينزل على الواجه العلوي. اثنين. في نفس الوقت. ما ينفعش مستحيل هو حجر مقعب. من اسميه متنافية. اسميه متنافية. خلي سؤال ده مع بعض. نفهم بس الفكرة دي. مقعب أركام يا جماعة. نقول له ايه. احتمال ظهور الخمسة. او. او الخمسة. نقول له كلمة او. اشوفها متنافية. انت عمل مقعب أركام. يظهر اثنين من خمسة نفس الوقت. اكيد دي حاجة مستحيلة. اذا انت متنافية. اقول له كده احتمال. الخمسة. او. الاثنين سيستعمل. واحد على ستة. زائد واحد على ستة. هتصلوا كامل. اثنين على ستة. الان كامل شباب. الاثكتون. ماشي. فنجي بقى الموضوع عجل معك. الغير متنافية. هي لفهمك المتنافية. حل بالك. الغير متنافية. هتفهمك المتنافية. هتفهمك المتنافية. مثل ايه. هتضيك مثال. لو اكتلك كده. اوجد احتمال. احتمال. ظهور عدد اثنين. او عدد. اكبر من ثلاث. او عدد زوجي. كم مثال. او سؤال. يقول لك عند الكاء. مكعب. أركاء. مرة واحدة. مرة واحدة. او جيت. احتمال. ظهور العدد. اثنين. او عدد. كم مثاله يا جماعة. اكبر من ثلاث. بيها ليش أكبر من ثلاث. بيها ليش أكبر من ثلاث. كم بيها عدد زوجي. او عدد زوجي. كم زوجي يا شباب. دعيني يا شباب. هل بينهم شيء مشترك؟ هل ليه متنافية ولا غير متنافية؟ شيء مثل هذا؟ عدد اثنين أو عدد زوجي؟ هل ليه متنافية؟ هل ليه متنافية؟ هل يوجد شيء مشترك بينهم؟ أيها الاثنين نفسه عدد زوجي؟ الاثنين نفسه عدد زوجي، إذا كانت تبقى في القانون؟ احتمال الظهور اثنين، او عدد زوجي مثلا، سمي دي زوجي هل تقوم بقانون المتنافية؟ هل يكون كامل لاثنين بواحد على ستة؟ عدد زوجي، هل تجد كم يا شباب؟ هل تجد عندك؟ ثلاثة على ستة، صح؟ وكانت سيبقى غرفه مصبوط لماذا؟ هل تطبق معي؟ تصمي دي زوجي، يا جماعة؟ وين رأيه؟ قرد مثلا، الزوجي عامك هو من يا شباب؟ الزوجة الثنين، واربعة، وستة صح؟ حسنا؟ حسنا في باللغة، ثاني، ثاني ثاني جماعة حسنا الذي الله علم إذنك؟ احتمال العدد زوجي، زوجي يا جماعة كانت هو مين؟ اثنين واربعة، وستة حسنا، احتمال العدد إثنين، طبعا يوجد الفرد بعيدا، هو اتاري اللي يتأخذ على الثنين، بلدي يا شباب ستجد داخل العدد من الزوجي موجودة ببعض يعني رقمتهم ستجدهم مرتين ستجدهم مرتين مرة أجدت أن أجد العدد للزوجي فطلع معهم 2 و 4 و 6 مرة أجدت أن أجد العدد 2 فطلع الواحد إذا هو مشترك في الدولة مشترك هنا و مشترك هنا لازم أترحق لن أطرح عددهم أطرح كلهم ناقص و 1 على 6 لماذا؟ للمشترك اللي بنهم دولة ستجدهم في الآفة ثلاثة على كام على 6 أطلع معهمة جماعة بقانون مهم جدا إنه إحتمال الحوادث الغير متنافية ركز معا إحتمال الحوادث الغير متنافية يساوي يا جماعة إنه B A أو B هذا هو حوادث الغير متنافية يعني أنه غير متنافية يعني أن تجدهم أنهم متنافية من المشتركة بينهم يقولون أنه يفعله بقانون مهم بقانون مهم بقانون مهم بقانون مهم ثم تجدهم أنهم متنافية لدينا حوادث الغير متنافية لدينا مثلا في الكتاب مثلا جماعة نعمك كل شيء أهو ولكن عند مقاعة مرة واحدة محتمال فصالة عدد اكبر من اثنين عدد اكبر من اثنين او عدد زوجي او عدد زوجي من اكبر من اثنين يا شباب اكبر من اثنين عندك ثلاثة اربعة خمسة ست تحت اهو ثلاثة اربعة وخمسة وست كلنا عدد اثنين طيب احتمال فهل عدد اثنين يا جماعة اكبر هنا او عدد زوجي يا شباب او عدد زوجي اشوف نروا كده الاول الثاني عدد زوجي اثنين اربعة ستة هل في شيء مشترك بيننا يا شباب هل في حاجة مشترك بينهم انه هو يكون زوجي ونفسه اكبر من اثنين ايوا فيه ستة والاثنين اكبر من اثنين نفسه يا شباب زوجي اذا انه في نتايج كده مشتركة بينهم في حاجة مشتركة اسام ليه حوالس غير متنافية اذا بحلها ازاي باني نستعمل تقاطع لهم هذا شباب اقول له هنا احتمالك اول احتمال مثلا زوجي احتمال زوجي تلاتة على ستة احتمال يا جماعة او عدد اكبر من اثنين عندك مقومة اثنين تلاتة واربعة وخمسة وستة اربعة اربعة او ستة اقول له هنا يا شباب اقول له احتمال او بي اي تقاطع بي ستاوي الأول بين شباب 3 على 6 وهو البيز على الزوج أو أولا على 6 زائد أكبر من 2 4 على 6 طرح منه يا شباب التقاطع يكمل التقاطع عند رقمين مستركين يا شباب مستركين هو 6 و 4 أحذفهم 5 و 2 على 6 هذا اللي هو تقضع يا جماعة هذا هو البيز التقاطع بين التقاطع اترحم من الطرفين هذا اللي هو يجبك للأخير يجبك للأخير يجبك للأخير يجبك للأخير 5 على 6 5 على 6 تقنون يا جماعة تقنون أن يتحفظ يا شباب تقنون أن يتحفظ ها هم كمم كده هو نفسه حالس المتنافية ولكن ما؟ زيادة عليه الجزء هذا فقط الجزء لأنه التقاطع هذا كده ماشي؟ هايبان بالمثال هايبان بالمثال سيبقين لك كل شيء يلا يا جماعة والمكان ماهي؟ يبقين الجزء الذي هو 30 ها تتكز معي لوحة مرسومة تسمى إبراهيم إذا أختار إحدى هذه اللوحات عشوائياً، طبعاً فيه اللوحية جميعاً باسمها الوان مائية، زيتية، أي حاجات زي كده يعمل ومنها الوان طب مشكل طبيعية ومنها كمان منظر طبيعية أو أشكال هندسية وهكذا طيب الفكرة يعني فين السؤال؟ فين السؤال عندك؟ يقول لك هنا محتمال أن يختار لوحة زيتية أو منظر طبيعي طبعاً ما قالت في السؤال يا جماعة كلمة أو أعرف ما هي حوادث كما متنافية أو غير متنافية، أذكر هذه لما هي مستقلة غير مستقلة، لو قال لي و يبقى أشوف المستقلة غير مستقلة، لم يفعل الضرب لكن لو قال لي أو، تبقى هي متنافية أو غير متنافية، اللي أعرفها هرنت الزيتة يا جماعة، الزيت ماشي؟ طيب، شكراً مع بعض، هو قال لك الأول بكلهم ثلاثين، لن تجمع شفحة، كلهم ثلاثين نعمل ما؟ أجب حكتين الأول، احتمال لوحة زيتية لواحدها الأول، زيتية، كم واحدة زيتية عندك؟ عمد كده؟ واحد وثلاثة، أربعة واثنين، أعطينا ستة هذه زيتية يا جماعة، طيب، أو منظر طبيعي، فين الطبيعي؟ الطبيعة يا جماعة، اللي هو ده؟ هذا طبيعي، وده الزيتين لكي نبقى عارفين، طبيعة خمسة وثلاثة، ثمانية، ثمانية واثنين، عشرة، ليس عشرة، طيب، والمشارك بينهم كم؟ اثنين، ثلاثة، أقول له هلأ، أقول له كده؟ احتمال يا جماعة، احتمال زيتية، أو طبيعي، منظر طبيعي، يسأل إيه؟ احتمال زيتية، ستة، وكلهم ثلاثين، احتمال منظر طبيعي، عشرة، وكلهم برده، ثلاثين، بس في أشياء مشتركة بين المجمع اللي هي مين؟ مشترك، أو ثلاثة دماغ، ثلاثة، يبقى نائس ثلاثة على ثلاثين بابلوت، وجمع كله، ستة زائد عشرة، ستتاشر، من السلاثة كانت تلاتاشر، يبقى الحل في ثلاثتاشر على ثلاثين، وهذه أبسط صورة يا شباب، وهذه أبسط صورة، وهذا أبسط صورة، ولا حقك يا شباب ده؟ أعطيك للسؤال ده، وضح لكل حاجة، نطلع كده فوق حاجة بسيطة، شاب أسحكم من حاجة ده، ولكن ايه؟ السؤال، في المثال أعلى، ما حتماء أن تكون اللغة حاجة تختارها برهيب، مائية أو شكل هندسة، فين المائية يا شباب المائية هي؟ أجمعهم أربعة، وخمسة، تسعة، وثلاثة، اتناشر، يبقى كلها جمعهم، اتناشر، ماشي، كده ديان اتناشر، طيب، بلت مائية، أو هشكل هندسة، فين شكل هندسي، فين شكل هندسي، أشكل طبيعي، هندسة طبيعي، فين شباب ترككم، الأخيرة، فين واضح هنا، هذه هندسية، كم هندسي؟ ثلاثة واثنين، خمسة، خمسة واحد، ستة، وخمسة، كم شباب؟ حد عشر، حد عشر، أجمعهم، وأقولوا هنا ايه؟ احتمال هندسة، أو مائية، يفعلوا كم؟ احتمال هندسة، الأول، هندسية، يا شباب، كلهم، حد عشر على ثلاثين، زائد، احتمال مائية، قلنا نعملها كم؟ أربعة وخمسة، اسعة وثلاثة اتناشر، اتناشر على ثلاثين، فرح يا جماعة مشترك بينهم. كم موحة المشترك؟ ثلاثة مشتركة. فرح ثلاثة على مين؟ ثلاثين. حداشر واثناشر ثلاثة وعشرين من السلطة يبقى كم؟ يبقى عشرين على ثلاثين. ثلاثة من الصفار يبقى اثنين على ثلاثة يا جماعة ثلاثين لهم. بحسبها ايه لك ايه؟ سبعة وستين من مين. في المين. واضح يا جماعة كده؟ واضح يا شباب؟ يلا متشكرين يا جماعة على المشاركات اليوم. شكريك. يلا سلام عليكم. عافية أستاذ. عافية كم.